اشتركوا في القناة توفيقي وزيرة شؤون الشباب وقد رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بضيف البلاد مشيدا سموه بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات في ظل النهج الأخوي القائم بين الدول الأشقاء في مجلس التعاون الخليجية معربا عن تطلعه بأن تفتح هذه الزيارة آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خاصة في المجال الشبابي والرياضي واستعرض سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياض خلال اللقاء خطط مملكة البحرين في المجالين الشبابي والرياضي من خلال عرض قدمه سعادته تضمن أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال وقد أشاد صاحب السمو سيد يزن بن هيثن بن طارق آل سعيد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال تمكين الشباب ودعم قدراته في ظل منهجية متكاملة ومتطورة وبفضل الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين للشباب بفضل متابعة ودعم سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة منوها بالعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين مع تمنياته بمزيد من التطور والازدهار للشباب البحريني ترجمة نانسي قنقر